اشتركوا في القناة الامطار بغزارة في جرجيس ومدنين دون تسجيل اي اضرار مادية او بشرية انتخاب فلسطين بالاجماع لرئاسة مجموعة 77 والصين وعباس يدعو امام الجمعية العامة الادارة الامريكية الى مراجعة قراراتها حول القدس اهلا بكم من جديد ونبدأ اقتصاديا انعقد اليوم المنتدى الاقتصادي الاول تونسي الليبي بحضور عدد من المسؤولين الليبيين ومشاركة نحو 350 رجل اعمال من تونس وليبيا وقد اكد رئيس الحكومة خلال افتتاح هذا المنتدى العمل على تفعيل دور اللجنة العليا المشاركة وارساء عدد آليات تعاون اقتصادي بين البلدين اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال افتتاحه النسخة الاولى من المنتدى الاقتصادية تونسي الليبي العمل على تفعيل دور اللجنة العليا المشتركة بين البلدين من اجل ارساء جملة من الاليات لدعم التعاون الاقتصادي بين تونس وليبيا في مجالات عدة اللجنة التي ستنعقد برئاسة رئيس الحكومات في الاشهر القليلة القادمة الاطار القانوني هذا كان معطل منذ سنة 2011 ونسعى الى تحقيق حقيقة تقارب كبير اعادة مستوى العلاقات ليست فقط العلاقات التجارية ولكن ايضا الاستثمار في كل البلدين هناك حديث عن الية المقاصصة بين توريد النفط الليبي والخام الليبي مقابل تصدير السلاعة التونسية ايضا دراسة امكانية تحديث خط بحري بين تونس وليبيا امكانية عودة الخط الجوي بين تونس وليبيا عدد من المسؤولين وانحو 150 رجل اعمال من ليبيا شاركوا في هذا المنتدى الاقتصادي وذلك تمهيد الاستعادة مستوى تعاون الاقتصادية تونسية ليبي في مجالات عديدة خاصة منها القطاع التجاري ليبيا قبل 2011 كان الثاني شركة اقتصادية دينا وكان حزم المبادلات بلغ 3 مليار دولار ثم يعني تراجع على مستوى المبادلات التجارية لكن منذ طوى سنتين يعني ثم رجوع على مستوى المبادلات التجارية هذه ثم تحسن وفوتنا 58 مليون دينار معناتها على مستوى الصادرة التي عنا وان شاء الله سنينة معناتا انهم نشوفوا رقمي يفوت 1000 مليار دينار تونسية على مستوى الصادرة نهج حكومة الرفاق الوطني وبعد اعلانها لحزمة من الإصلاحات الاقتصادية ان شاء الله سنشاهد الفترة القليلة القادمة صدور العديد من القرارات التي تفتح المجال للاستثمار في القطاع المحلي بالشراكة مع البلديات الجانب التونسي مدعو لهذه المشروعات نتمنى ان تكون فيها شراكة ما بين رجال الاعمال الليبين والتونسيين وحتى يقوم القطاع الخاص بدوره طالب مجلس الاعمال التونسي الافريقي بتوفير الوسائل اللوجستية واجاد حلول لمشاكل العبور لا بد خاصة من خلق مناخ بين تونس وليبيا يخول لتنقل البضائع بدون مشاكل تنقل المتسافرين بدون مشاكل وتحركنا في اللحظة هذه بالذات وانه ليبيا ستشهد استقرار سياسي وامني في الاشهر القليل القادمة ليبيا مشكون موضوع شراكات موضوع تصنيع موضوع انتاج في ليبيا والتصدير للقارة الافريقية من ليبيا بد من استفادة من خبرتنا الصناعية وفي مجال الخدمات وفي مجال الطب والعديد من مجالات اخرى لعادة بناء ليبيا وهذه المنظومة الجديدة اللي نحكي عليها موضوع شراكة جديد ومن المنتظر توقيع اتفاقية المشاركة بين البنك التونسي الليبي وعدد من المستثمرين التونسيين تتواجد أسسا بأحدث مصانع في تونس للمواد القذائية والإسمنت وقطع الغيار وبخصوص آخر التطورات في نابل وبعد تعليق الدروس لأياما بصفة استثنائية بسبب الفيضانات استعنفت صباح اليوم بأغلب المؤسسات التربوية التي غمرتها مياه العمطار باستثناء مؤسسة تربوية واحدة بعد عطلة استثنائية فرضتها وضعية بعض المؤسسات التربوية والطرق المؤدية إليها بولاية نابل جراء الفيضانات الأخيرة استعنفت صباح اليوم الدروس بأغلب المؤسسات التربوية صفة عامة حسب نشوفه في الساحة لساذة معنىش غيابات تقريبا وتلمذة مش نشوفوهم بعد شوي أما العدد الكامل الموجود له لباس حمدوله لباس العودة ما هيشمية في المياه معنى ثم تلمذة مزلوا معنى في بيرهم لهم مزلوا في راح نظر أن المساكنتهم مزلت منقوبة وفهمتني رجعنا كلاس كامل مع أصحابي الكل ومبعد نعملنا حملة نظافة في وسط المدرسة رجعنا أما حمدوله رجعنا لباس والفيضانات التي تعديتها لكل وحمدوله فهم أصحابي ما رجعوش المندوب الجهوي للتربية بولايتنا بالأكد أن جميع المؤسسات التربوية التي غمرت هميه الأمطار والأوحال فتحت أبوابها اليوم باستثناء مؤسسة تربوية واحدة تعثرت فيها عودة التلاميث عنا 28 مدرسة ابتدائية و7 معاهد ومدرسة عددية هذه المؤسسات عادت لتشتغل عاديا إلا في المدرسة الابتدائية لحبيب ثامر عادت جزئيا وينتظر حسب المندوب الجهوي للتربية بولايتنا بالنجيب الخراز أن تستأنف الدروس بنسبة 100% بالمدرسة الابتدائية لحبيب ثامر بسليمان يوم الاثنين القادم تبقى العودة بالنسبة لحبيب ثامر سليمان مرحليا يعني اليوم بدينا مع السنة الخامسة والسادسة غدوة بإذن الله نخدمه مع السنة الرابعة والثالثة والرابعة على أن تكتبل بإذن الله يكتبل النصاب يوم الاثنين بالنسبة لهذه المدرسة ويذكر أن فرق المراقبة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل قامت قبل استئناف الدروس بتعقيم قاعة التدريس بالمؤسسات التربوية التي اجتحتها مياه الأمطار الأخيرة ضمنا لصحة التلاميذي والإطار التربوي هذا وتعلم وزارة الصحة المواطنين في الوطن القبلي أنها تضع فرقها الميدانية المختصة على ذمتهم لتطهير المنازل التي اجتحتها الفيضانات والتي تم الانتهاء من شفط المياه وإزالة الأوحال الركدة بها وتنظيفها كما دعت أصحاب المنازل المتضررة إلى الاتصال بالإجان المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالمعتمزيات ووحدات حفظ صحة الوسط وحماية المحيط لتنظيم عمليات تطهير منازلهم إذن ما زالت البلاد التونسية تعيش تقلبات جوية موسمية خاصة على مستوى ولايات الجنوب الشرقي ووفق أحدث نشرات معهد الرص الجوي فإن أعلى كميات الأمطار المسجلة الساعة الماضية شهدتها ولاية مدنين تروحت بين 15 و93 مليمترا نزل كميات هامة من الأمطار عرفتها يوم أمس وليلة البارحة مختلف معتمدية ولاية مدنين وكانت أكبرها بمدنين المدينة حيث تروحت الكميات المسجلة بين 15 و93 مليمترا لا بس محمد الله لا بس الزيتون بهية العشاب بهية كل الخيرات كلها بهية الأغنام والتاربية الماشية كل بهية طهات للغيث النافع بمدنين جعل عديد الأوديات تشهد سيلانا مثل الوادي الذي يتوسط المدينة ما جعلت تعاطلا في الحركة المرورية وأيضا تضرر عدد من تجار الملابس المستعملة الكميات المسجلة من الأمطار لم تخلف الضررا حسب معينة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث التي استعدت منذ فترة من التدخل في الوقت المناسب نحن نعرف المناطق الزرقاء الموجودة على مستقل معتمدي وكان بالضرورة أن نتدخل في هذه المناطق هذه لأنه نحن نعرف أنه بالتجربة المتواضعة أنه الأمطار ربع ساعة الأول تصير تقوم عملية يعني غلق كل القنوات بالليدي شيء بالكواغت بالليس الشيء إلى غير ذلك نحن تدخلنا يعني في ربع ساعة الأول في النصف ساعة الأول نمطع الأمطار وبالتالي مما سهل عملية إنسياب المابسة قمنا بعديد من التدخليات منهم إزاحة السيارات والطرقات التي تشهد ركود مياه كذلك معينة عدد 20 منزل بولاية مدنين تم ضخ خمسة منازل فقط نظرا أن الكميات الموجودة في المنازل الأخرى لا تستوجب الدخل أمطار هم عرفتها ولاية مدنين ستنعكس إجابا على الغطاع الفلاحي برجها وأيضا على امتلاء المواجل والفساقية وفي جرجيس تتعمق إشكالات البنية التحتية من سنة إلى أخرى بنزول الأمطار التي تكشف عن نقاط زرقى كثيرة بالجهة في معتمدية جرجيس منطقة الحسيان ذات الكثافة السكنية العالية يظل نزول كميات هامة من الأمطار بها إشكالا حقيقيا منذ سنوات عديدة بتعطل نواحي الحياة بها وشلل حركة الجولان بطرقتها المهترئة أصلا هذا هو نصب المطار نحن نعانوه في المرين ولهذا نطلب من الصلاة المعنية باش تجي تتدخل في أسرع وقت ويسعوا بالنجاز هذا المشروع نحن يفرحين بي المشروع هذا لكن يزوهم يسعوا به حق شوفوا الضرر متع المطار تقعد متراكمة برشة عندنا صغار معنا في حاجة للدراسة وجي مسؤولين ما نقولوش ما جوش جو أما رطار رطار قعدوا رطار المشروع هذا اليوم عنده ثلاثة أربع عصنين وحني هك في هذه المنطقة تدخلات عديدة لتهيئتها وإيجاد حلول عمالية لتصريف المياه بها أنجزت دون أي نتيجة بحسب مواتنية المنطقة آخرها مشروع انتلق في الفترة الأخيرة ويشهد تعطلا في التنفيذ اليوم عصبا عملنا جلسة سثنائية مع الإدارة الجهوية وتحولنا على عين المكان تول مقاول قاعد نحي في الماء اللي راقت كانوا ثم عائلات معزولين الخدمة قاعدة ماشية بالذكر وهي أن حايرة الجهة للحسيان بحاول لهذا آخر عام اللي بيصير هك خاطر ثمها مشروع ثمانية ملايين دينار قاعد في تقدم في تحسن قاعد يمشي بحاول له سنين كاملوه وإذا آخر عام تصير هناك هك منطقة الحسيان وغيرها من المناطق نقاط زرقاء خطر حقيقي دهمة على متسكنها عند كل نزول الأمطار ما يتطلب الأمر تدخلا جذريا وناشعا لحلها نفذت لجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتفاديها وتنظيم النجدة بولاية القصرين اليوم عملية بيضة تمثلت في حدوث فيضانات بحي المنار بالقصرين المدينة أحد نقاط السكنية السوداء المهددة بالفيضانات بالجهة غمرت الحي والمنازل جرأ طهات لكمية هامة من الأمطار وارتفاع منسوب المياه وتأتي هذه العملية الثانية من نوعها بالجهة لاختبار مدى جهزية اللجنة وقدرتها على مجابهة أي طار تحسبا لأي طارئ ووقاية من الكوارث الطبيعية المرتقبة نفذت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث عملية بيضاء للتأكد من جهزية مختلف مصالحها من حماية مدنية ومصالح التجهيز والصحة والتطهير وغيرهم من الأطراف المتدخلة هو يتمثل فيه فيضان على متساكني حي المنار بالقصرين في فترة وجيزة تهات الأمطار بكمية غزيرة تأدي إلى دخول الأمطار إلى المنازل والطلبات تتكاثب على الحمية المدنية دخلنا في مرحلة أولى كوحدات حمية مدنية بالوزائل المتاحة ومرحلة الثانية تم طلب تعزيز من هيكل المعنية وخاصة من الأطراف المعنية بالمخطط الجهة والمجابهة للكوارث منذوبية الجهوية للتربية باعتبارها عضو اللجنة الجهوية للتوقي من الكوارث الطبيعية تولت منذ أيام توجيه مراسلات فيها تفصيل لجملة من التوصيات منها على سبيل المثال أنه يخصص الفضاءات بتاع المؤسسة عند الاقتضاء لأي عملية بتاع إجلاء المواطنين وقبل المواطنين بتبعط الحال أتلان وكانت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بالقسرين قد عقدت جلسة شاملة مختلف في الأطراف لدراسة الوضع بالولاية وحصر النقاط السوداء والاطلاعية على مدى جهيزية الأطراف المتدخلة تحسبا للتغيرات المناخية المرتقبة أخذنا قرارات فيما يتعلق بمرضى القصور الكلوي تجميحهم قبل يوم من بداية سقوط الأمطار أو الثلوج في المستشفيات قرار فيما يتعلق بإجلاء المواطنين إلى أماكن الإيواء في الأماكن الموجودين على الأودية أو في مجاري المياه قمنا بإزداء التعليمات لكيف تسداء المعتمدين بضرورة إجلاء المواطنين الذين يعيشوا في مساكن بداية مهددة بالسقوط جهر الأودية ورفع الفضلات وتهيئة المسالك الريفية تبقى من أوكد الأولويات لمجابهة الكوارث قررت دائرة القضائية المتخصصة في مجال العدلة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفص مساء أمس قررت تأجيل النظر فيما يعرف بملف أحداث انتفاضة الحوض المنجمي لسنة ثمانين وألفين إلى ثاني من جنف القادم وقررت دائرة ذاتها التي باشرت أمس نظر في ملف القضية وهو أول الملفات المحالة على القضاء من قبل هيئة الحقيقة والكرامة إصدار بطاقة جلب دولية في حق الرئيس السابق زين العبدين بن علي أحد أبرز المتهمين في هذه القضية بالإضافة إلى أصدار بطاقات جلب جوال في حق بقية المتهمين والبالغ عددهم خمسة عشر متهما وهم من القيادات الأمنية المركزية والجهوية والمحلية لتلك الفترة ومنع سفرهم كما تقرر كذلك تحيين القائمة الخاصة بالمضنون فيهم والمسوبة إليهم الانتهاكات وإضافة الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في شهادات المتضررين والضحايا خلال الاستماع إليهم ثلاثة يوم أمس وتتعلق الانتهاكات المنسبة لهؤلاء الأشخاص بالقتل العمد مع سبقية الإسرار وبمحاولة القتل مع سبقية الإسرار وبالاعتداء بواسطة التعذيب وبالتعذيب خلص لقاء وزير الداخلية هشام الفراتي بنظيره الإيطالي إلى التأكيد على ضرورة إيجاد مقاربة شاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية وإلى التزام إيطاليا بالتهيئة أفضل الظروف للمهاجرين غير نظاميين تونسيين أثناء ترحيلهم توجي اللقاء الذي جمع وزير الداخلية هشام الفراتي بنظيره ونائب رئيس الوزراء لتالي ماتيو السلفيني بالتأكيد على البحث في الأهلية الكفيلة بالتصدي لشبكات الإجرابية الظالعة في الاتجار بالبشر وعلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تتقاطع فيها الجوانب الأمنية والاقتصادية والثقافية لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية ضرورة اعتماد على مقاربة شاملة وطويلة الأمد تقوم على الشراكة وفق منظور تنموي يستند على مبادئ حقوق الإنسان ويعمل على فتح قنوات رسمية للهجرة المنظمة والشرعية لقد اتفقنا على ضرورة إجاد حلول لتنظيم الهجرة غير النظامية عبر توفير الوسائل الضرورية لمنع حدوث كوارثة مثل ما حصلت وخلفت مآس للعائلات التونسية عندما نعود اليوم إلى روما سنعمل مباشرة على هذه النقطة أود أن أهيئ جميع الوسائل والمواريد البشرية والمالية لمنع الهجرة غير النظامية ومساندة لحكومة التونسية والشعب التونسية على خلق مواتن شغل في الجيهات الداخلية وخاصة في الجنوب التونسية حيث هناك شباب هم بحاجة إلى العمل اللقاء تم تأكد فيه أيضا على التزام الجانبين بتنفيذ الاتفاق المبرم بين تونس وإيطاليا والمتصل بمسألة ترحيل تونسيين المهاجرين غير النظاميين واستعداد السلطات الإيطالية لتحسين الخدمات المقدمة للمهاجرين غير النظاميين من التونسيين وتهيئة أفضل الظروف خلال عمليات ترحيلهم إذا كان ثبتا أنهم تونسيون وتمت معالجة البصمة من مصالح التونسية بشيقع إرجاعهم ولكن الإرجاع يتم عبر رحلات منظمة مسألة الهجرة غير النظامية ليست مسألة أرقام وإنما هي مسألة نجاعة وفاعلية نحن نسعى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمهاجرين غير النظاميين خصوصا إذا ثبتا أنهم تونسيون ونعمل أن تتم عملية ترحيلهم في أفضل الظروف ويذكر أن لقاء وزير الداخلية بنظير الإيطالي ستتلوه لقاءات أخرى لوزير الداخلية الإيطالي بعدد من كبار مسؤولي الدول المغاربية والإفريقية البحث في السبل الكفيلة بالقضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية التقى رئيس الجمهورية البحجي قيد السبسي وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني الذي أكد حرصه على زيارة تونس لتأكيد عمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين ولتجسيم حرص حكومة بلده على تعزيز علاقات التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في الفضاء المتوسطي رئيس الجمهورية اعتبر أن علاقات الصداقة المتميزة التي تربط البلدين تشكل رصيدا كبيرا يجب توظيفه لمواصلة العمل المشترك نظرة أخرى حول الهجرة هو موضوع أشغال اليوم الثاني للمنتدى الدولية التاسع للمنظمات غير الحكومية شريكة رسمية لليونسكو حيث تدارس المشاركون دور الأعلام في كسر الصورة النمطية للمهاجرين ورفع الوعي العام تجاه هذه المسائل بين صور الصادمة أو المثيرة للشفقة وبين مئات العنوين والأخبار التي تحذر من هذا القادم المجهول في هذه الدائرة السلبية تنحصر اليوم صورة المهاجر واللاجئ في وسائل العلامة الدولية ما يفسر حسب المختصين تنامي الحركات المناهضة للهجرة وخطابات الكراهية والإقصاء تجاه المهاجرين اعتادت هيد أحد الأخطاء غير المقصودة التي قام فيها الأعلام لما يغطي كان شؤون اللاجئين قدم الصورة البائسة ولكن لم يقدم كيفية المساعدة بشكل بعد فترة اكتشفنا نحن الإعلاميين أنه عم بتأسر بالجمهور عم بتخليه شعر بأنه هو لا يستطيع يقوم بأي شيء يعني تؤدي إلى البؤس إلى الاستسلام نحن كمنظمة مجتمع مدني مختلفة حق العالم وهذا هدف المنتدى أنه نبحثه في طرق التي تخلينا نبنيه نظرة مختلفة للهجرة أولا نوريه المساهمة متع المهاجرين في نماء البلدان وفي طور البلدان ثم كذلك نبهه إلى مخاطر تناميها الخطاب هذا العنصري وخطاب الكراهية وكذلك السياسات التي تغلق في الحدود وفي هذه الندوة التي تحمل عنوان نظرة أخرى حول الهجرة شدد المشاركون من ممثلي المنظمات الحقوقية على ضرورة تفكيك الصورة النمطية للمهاجرين واللاجئين باعتبارهم عبءا والطاعة معهم على أساس أنهم أرقام نجى بعضهم وابتلع البحر وعددا آخر منهم هم رجال ونساء ذوات إنسانية قبل كل شيء قبل أنه لقبهم بالمهاجرين نحن هنا لنفسر لماذا أولئ الناس كانوا مضطرين لرحيل وما هي ظروفهم وكيف كانت حياتهم قبل أن يجدوا أنفسهم واسطى البحر الأبيض المتوسط على متنقر بإنقاذ وبما أن الهجرة أصبحت ظاهرة عالمية متنمية سيما مع تزايد بؤر التوتر يرى الخبراء أنه من الضروري أن يطلع الأعلام بدوره الفعال في رفع مستوى الوعي العام تجاه هذه المسائل أساسية العمل الصحفي في التعاطي مع مسألة الهجرة هي تقصي الحقائق وضمان مصدقياتها وأيضا أن يكون الأعلام مساهما في إصال صوت اللاجئ دون إخفال البعد الإنساني في المسائل المتعلقة بالهجرة لما لها من تأثير على حياة الناس بفضل الشهادات التي قدمتها خلال هذا المنتدى نستطيع أن نغير شيئا يجب أن نذهب إلى اللاجئين يجب أن نستمع إليهم إن كانوا مهاجرين أو لاجئين أو صحفيين لاجئين يجب أن يتكلموا وواجبنا أن نصغي إليهم ويمكن أن يكون الأعلام جزءا من الحل يقول المختصون إذا ما اعتبرت الهجرة جزءا من التجربة الإنسانية عبر التاريخ وتضافرت الجهود من أجل تعزيز أثارها الإيجابية نظمت اليوم مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي ورشة عمل ختمية حول أولويات البحث العلمي الفلاحي في أفق 2030 وقد أثمرت مخرجات عمل الورشات جملة من المحاور ستحظى بدراسات علمية وبحوث معمقة لاستغلال نتائجها لاحقا في تحسين الإنتاجية والمردودية بالقطاع الفلاحي ثماني ورشات جهوية شاركت فيها مختلف الأطراف وخاصة من الفلاحين خلصت إلى تحديد أولويات البحث العلمي الفلاحي وتتمثل أساسا في المحاور التالية المياه يتصدر تقريب المحاور الأولى ثم السمونس والبلون يعني تصدر المرتبة الثانية اللي هم يعتبروا من المحاور الرئيسي اللي يشغلون لها معتها في السنوات القادمة كذلك حماية محور حماية نباتات هام وهم جدا ونحن نعيش على وطة ظهور العديد من الأمراض والآفات التي تتعيق معتها الأخوان الفلاحين والعديد مع هاول الأخرى مرتبة خاصة بالمحافظة على الموردنا الطبيعية والموروث الجيني انتظارات الفلاحين كبيرة مما يمكن أن تثمره مخابر البحث العلمي من نتائج قد تكون حلولا لإشتليات عدة تواجه القطاع الفلاحي خاصة في ظل التغيرات المناخية الفلاح المستدامة متنجم تتبنى كان بالقطاع البحث العلمي وهذا ما نقصين مننا على خاطر كما تعرفوا نقصين ماء وارتبعية عن عدة مشاكل وبدون البحث العلمي ما نجموش نقدمه ما نجموش ندنيه ومستقبل تونس نحن كفلاحين وكمتعاطين في النشاط الفلاحي أصبحنا عرضة للتهديدات والتغيرات المناخية معناها حاجتنا كبيرة البذور وشتلات تكون بتأقلمها مع المناخ ونحن نستعدين باش نشاركوا معاهم معنا في تجربة الأصناف الجديدة ومدى تأقلمها مع المناخ خطر الأصناف اليوم تتغير من مكان إلى مكان تمتين العلاقة بين مركز البحث والفلاح خطوة ضرورية تستوجب تطوير منظومة الإرشاد الفلاحي لتثمين البحوث العلمية واستغلالها الحزمة الفنية والإرشاد معناها لا بد أن يرجع اللي هو للأسف الحد الآن مفقود واللي نحن نجيب بأنه يتوجد البحث العلمي لأنه بالفعل حلقة ضرورية مؤسسة البحث العلم العالي سنة معناها عاملة اتفاقية مع وكالة التكوين والإرشاد الفلاحي باش نحاول أن نقرب أكثر من مشاكل الفلاح ملف التكوين والإرشاد الفلاحي ملف مفتوح بالنسبة لنا وإن شاء الله نتخذ فيه قريبا إجراءات ومن المنتظر أن ينطلق العمل في مشاريع البحث العلمي التنموي في أواخر شهر أكتوبر وقد تم تخصيص تمويل في الغرض يقدر بـ 150 ألف دينار في السنة ضمن سلسلة الندوات الدورية التي تنظمها وكالة النهوض بصناعة والتجديد حول مواضيع تهم مجالات الاقتصاد والاستثمار تم تناول مسألة الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات ومدى نجاعة منظومة المرافقة والإحاطة بالبعثين واستجابتها للواقع من خلال برنامج محاضن المؤسسات تمكن عادل من بعض مشروع اقتصادي ناجح توفر فضاءات وتجهيزات مكتبية وإيجاد التمويلات الضرورية مع المرافقة والإحاطة لصاحب المشروع في جميع المراحل أسباب مكنت عادل من الدخول إلى سوق الشغل يعطيك أمبيرو معتها حتى الكراءة رمزي انترنت خالصة لا تخلص حتى شيء وكيف كيف يوفروا لك معناتها أنيكسبير يعاونك في دراسة المشروع متاعك المرافقة والإحاطة التي توفرها محاضن المؤسسات لفائدة الباعثين ولئن ساعدت الكثيرين على بعث مشاريع فإنها طرحت اليوم للتقييم والنظر في مدى استجابتها لمتطلبات العصر المراجعة هذه اليوم ضرورية والمراجعة اليوم للمنظومة الوطنية للمرافقة بصفة عامة تكون عدة مستويات مراجعة تشريعية مراجعة بالنسبة لخلق أليات عمل المشترك بين كل المدخلين اليوم في منظومة المرافقة ومن بين المراجعات التي تمت لمنظومة المرافقة والإحاطة بالباعثين كانت على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاحظنا وأنه خارجي التعليم العالي على مقتلية خرجه ما يعرفوش بش معاناها كيفاش يحطو مؤسساتهم مراجعتنا تمثلت في إدراج فكرة إحداث مؤسسة في إطار التكوين في التعليم العالي والبحث العلمي وبخصوص محاضن المؤسسات بلغ العدد الحالي للمحاضن الراجعة بالنظر لوكالة النغوذ بالصناعة والتجديد 27 محضنة تتوزع بين المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ومعاهد الهندسة أي بمعدل محضنة مؤسسات على الأقل بكل ولاية منتجات مختلفة في مجالات الحرافي والأغذية الزراعية والصناعات التقليدية وغيرها عرضها اليوم بمركز المعارضة بشرقية عدد من أصحاب المبادرة الخاصة من مختلف ولايات الجمهورية بهدف ترويج منتجاتهما وتتواصل فعاليات المعرض التجاري الأول للبعثين الممولين من قبل جمعيات القرض الصغرى إلى حدود السبت القادم هو جسد يخط بقدمين استناعيتين وينتج بيدين محفوفتين ثبت خط حياة ابن العقد الثاني من العمر وجعل لساعده أناميلا تزوق باقات الورد لتظهر طريق الآخرين وتنير حياة بائع الورد سيف الدين عندي عشر سنين معناتها من قاعد نتعلم في الورد وكل يوم نزيد نهار معناتها نزيد نتعلم بحبه للحياة وابتسامته التي لا تفارق محياها صنعت يده من الولود مولد رزق لعائلته وسارعت قدمه تبحث عن تمويلين لدعم مشروعه خديت ثلاث ملي والحمد لله معناتها طوى كما تشوف معنات خديت بهم ديز اكسسوار ديز امبالاج قاعد نطور معناتها في البروجيئ هي قصة نجاح تضاهيها نجاحات أخرى لعدد من أصحاب المبادرة الخاصة الذين تمويلهم جمعيات القروض الصغرى بدعم من الدولة مشروع هذه عندي أربع سنين مليا عملت وخديت القروضات بشوية بشوية الحمد لله يا ربي تواولينا حتى عن الأكسبو وعنا نخدمه مع ناسيونال وانترناسيونال البخوجة يمتاع مع جماعي تيراس اللي هو تصبير الخرش في الجالي وشاركت بي في برشا موسابقات ومعارضة كل شيء وفي الأخر التوج بشي يمشي للمعارض متع سنعات الغذائية في نيويور حصلت على أول قرض من جماعي التنمية تقسيب المنزيوني وبديت كنت بدايتي معاهم وبعدها تواصلت حتى للسنوات الأخرينية مزلت النخم عندهم قروض والحمد لله حصلت على زوز جوائز وطنية الحصول على قروض لدعم المشاريع الصغرى في مختلف المجالات مبادرة ثمنها عدد من العارضين المنتفعين بها فيما طالب عدد آخر بتطويل إجراءاتها مطالب تم رفعها إلى الهيكل المعنية الذين أكدوا دعم الدولة المتواصل للاقتصاد التضامني عبر إلساء إجراءات جديدة 60 ألف مواطن انتفعوا بقروض لمدة سنة في إطار الجمعيات 107 مليون دينار تصرفوا لنطلقوا التكوين الأعوان من الجمعيات بإحداث جمعيات جهوية التي تكون لديها قدرة على أن تستجيب أكثر لحاجات المواطنين الجمعيات هي التي تتولى عملية التمويل التمويل بشروط مرينة نسبة فايدة 5% القروض هذه توصل 5 ألف دينار ثم اتجاه برنامج جديد على أساس أن يمشون حتى 10 ألف دينار بالنسبة للتمويلات وقصد تشجيع جمعيات القروض الصغرى وتحفيزها على مزيد جلب بعثي المشاريع في الجهة الداخلية تم تكريم ثالث أحسن جمعيات على مستوى نتائج التمويل والاستخلاص قدم الوزير الأول الفرنسي الأسبق جون بير رافران رئيس منظمة قادة من أجل السلام لرئيس الجمهورية البهجي قيد السبسي قدم نسخة من التقرير السنوي الأول الذي أصدرته المنظمة حول وضع السلام في العالم سنة 2018 هو الذي تعرض إلى الأوضاع في تونس وعلى الحدود التونسية الليبية وقد أعرب رئيس الجمهورية عن تقديره للشخصية الدولية المؤسسة لمنظمة قادة من أجل السلام وتشجيعه لدورها في تعزيز بناء السلم والاستقرار في العالم يجب تقدير حجم التدعيات الخطيرة المحتملة للأوضاع هنا على مصار ديمقراطية الناشئة في تونس تونس تحتاج للدعم والتفاهم والصداق من المجموعة الدولية لمواجهة صعوبات وهذا ليس من صالح أي طرف أن تواجه تونس هكذا مصعب وآتينا لنؤكد حجم استعدادنا لدعم الوعي الدولي بأن نتورس بحاجة لأن نساعدها لمواجهة التحديات العدة وخاصة التحدي الليبي بمناسبة الاحتفال بيوم تعميم الانتفاع بالمعلومات الدولي انتظمت بمدينة الثقافة محادثات البرنامج الدولي لتنمية الاتصال 2018 وقد أكد خلالها الحاضرون ضرورة سن القوانين وإرساء ممارسات جيدة للمجتمعات المفتوحة مع تعزيز التنمية المستدامة عبر النفاذ إلى المعلومة بمناسبة اليوم العالمي لنفاذ إلى المعلومة اختارت منظمة اليونسكو تونس للاحتفال باليوم الدولي لمحادثات البرنامج الدولي لتنمية الاتصال 2018 بحضور عدد من الخبراء قاموا بعرض مبادرة من شأنها تعزيز نفاذ الجمهور إلى المعلومات على المستوى اليونسكو منظمين تظاهرات في العالم منهم تظاهر هذه في تونس التي هي أول مرة تتم تظاهرها في خارج بريس الهدف من التظاهر هذه هو اليوم إبراز التجارب الناجحة سواء على مستوى المجتمع المدني في بلادنا ولا خارج بلادنا وأهمية الحق نفاذي للمعلومة كحق أممي اليوم اللي نحن نتبع فيه ونحب الدول تعمل السياسات لتطويرهم السؤال المطروح اليوم هو كيف يمكن في ظل التكنولوجيا الحديثة المنتشرة أن نقدم المعلومات الجيدة للمتقابل والمستهلك خاصة في مجال التغذية والتعليم والصحة ويعد اليوم الدولي لتنمية الاتصال فرصة سانحة لتجديد الالتزام بالنفاذ إلى المعلومة بالاعتماد على سبل ابتكارية من شأنها تعزيز التنمية المستدامة العلاقة في الواقع وثيقة لأنه من نجموش نتحدث على القضاء على الفقر والقضاء على الصحة والرفاه على جودة التعليم على المساوات بين الجنسين على بناء المؤسسات القوية إذا كان يتوفرش للمواطن ولمنظمات المجتمع المدني الحق في النفاذ إلى المعلومة الحق في المشاركة في وضع السياسات العامة في متابعة تنفيذها وفي تقييمها يعتبر إذن النفاذ إلى المعلومة هدفا بحد ذاته تم إقراره في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 انتظمت اليوم بمقر سفارة الفلسطينية بتونس وقفة تظامونية وقفة تظامونية مع الشعب الفلسطيني حضرها عدد من ممثلية الأحزاب الوطنية والمنظمات والجمعيات السفير الفلسطيني هاي الفاهوم أكد أهمية هذا التضامن التونسي الذي يمثل رسالة لنصرة القضية الفلسطينية هذا وتتزامن هذه الوقفة مع ألقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة في الجمعية تلعامة للأمم المتحدة يعبر فيها عن صمود الشعب الفلسطيني أمام قوات الاحتلال هي وقفة انخراطية وتشاركية في نضالات الشعب التونسي والشعب الفلسطيني خاصة في هذه المرحلة اللي نرى فيها تصعيد من قبل دول كبرى والحركة الصهينية والحكومة الإسرائيلية في محاولة لتبخير الهوية الوطنية الفلسطينية رسالة منها لا مجال لليأس والإحباط والتراجع الشعب الفلسطيني مع أشقائه في تونس يقفون أمام هذه الهجنة وهو حتما منتصر في هذه المعركة إلى نيويورك حيث تم مساء اليوم وبالإجماع انتخاب دولة فلسطين رئيسا لمجموعة 77 والصين في الاجتماع الثاني والاربعين لوزراء خارجية المجموعة على أن تتسلم الرئاسة غرة جانفي المقبل وعلى هامش أشغال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة القرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة فلسطين أكد خلالها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واضعا العالم أمام مسؤولياته تجاه شعب تنتهك أبسط حقوقه من قبل المحتل الإسرائيلي قدس ليست للبيع وحقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساهمة بيتأكيد هذا الموقف الفلسطيني استهل محمود عباس أبو مازن كلمة فلسطين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة خطاب اعتبرته الرئاسة الفلسطينية بمثابة الفرصة الأخيرة لتحقيق السلام وعليه فقد حاول عباس خلال كلمته هذه تحديد مسؤوليات الأطرف المتداخلة في النزاع الفلسطيني مع المحتل الإسرائيلي من ذلك الإدارة الأمريكية التي انتقد عباس وبشدة تراجعها عن تعاهداتها السابقة للسلطة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني فماذا تبقى لدى هذه الإدارة التي تقدمها للشعب الفلسطيني هل هي فقط حلول إنسانية لأنها عندما تزيح من الطاولة القدس واللاجئين والأمن وغيرها ماذا يتبقى لتقدمه لنا كحل سياسي للشرق الأوسط انحياز أمريكي معلن للمحتل الإسرائيلي الذي يواصل وتوصيف للرئيس الفلسطيني قرصنة أراضي الفلسطينيين وسرقتها ضاربا عرض الحائط بجميع القرارات والتفاهمات الدولية وكذلك تلك المبرمة بين الطرفين على مدار سنوات التفاوض الطويلة هناك 705 قرارات من جميع العام 705 قرارات منذ عام 47 إلى يومنا هذا وهناك 86 قرار من مجلس الأمن من 48 إلى الآن ولا قرار نفذ الآن خرج علينا بأن المحكمة العليا الإسرائيلية ستصدر قرارا بتقسيم الأقصى أكثر من 13 مليون فلسطيني يطالبون اليوم وأكثر من أي وقت مضى بحقهم في تقرير مصيرهم نحن لسنا شعبا زائدا على وجه الكرة الأرضية كل شعب صغير ولا كبير يأخذ حقه وعن الجهود المصرية لإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني والدور المحوري لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تحدث كذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب حمل عديد الرسائل المباشرة حتى يحدد كل طرف موقعه من قضية عادلة أنصارها كثر لكن الحسم فيها ظل على مدار سنوات طويلة يراوح مكانه وخلال أشغال الجمعية العامة تابعة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين بنيويورك أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الجماعات المتطرفة بدأت الانسحاب من منطقة جديدة من زوعة السلاح في محافظة إدلب بينما يواصل الجيش التركي إرسال تعزيزات عسكرية لدعم نقاط المراقبة التركية هناك المرصد السوري لحقوق الإنسان كذب على موقعه الإلكتروني ما سمى مزاعم الرئيس التركي نافيا حصول أي انسحابات من المناطق الفاصلة بين القوات السورية والمعارضة في أخبار رياضة ينزل النجم رياضي الساحل غدا بداية من الخامس مساء ضيفا على نادي رمث الأردني ضمن إياب الدور الأول من كأس العرب للأندي الأبطال بعدما حسم فريق جوهرة الساحل صالحه لقاء الذهاب ثلاثة أهداف لهدف واحد فيما يستضيف النادي السفاقسي يوم الأحد نادي النفط العراقي انتلاقا من التاسع ليلا لحساب الدور نفسه يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف فازت ألمانيا بشرف تنظيم كأس الأمم الأوروبية عام 2024 للمرة الثانية في تاريخها اذ تغلب الملف الألماني على نظيره التركي